هذه الفقرة عن حسابات الهوات المستجدين في صنعة الفابركة الذين أخجلون أمام الفابركين الصنديد يعني بالتأكيد حساباتنا التونسية الإخشيدية المؤيدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أصبحت تنقل بالكربون عن الحسابات الوطنية المصرية بل بلغت بها الرعوانية كما قال الشاعر القفصي أنها أصبحت تستنسخ مناشير المنح الإلهية فروجت لخبر يقول رسمي وحصري اكتشاف منجم ضخم والعثور على أطنان ضخمة من الذهب والفضة بقيمة أكثر من 90 مليار دولار قبل الحلال الفكر وبالطبع الخبر زائفا حيث لم تعلن وزارة الصحة والطاقة صحة الله يريد لم تعلن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أو أي وجهة رسمية تونسية عن هذا الكشف الضخم من الذهب والفضة بمزيد من البحث تبين أن الصور الظاهرة مع المنشور هي صور قديمة تنتشر عبر انترنت منذ سنوات لأماكن ووقع مختلفة وفي سياق تقارير إعلامية مختلفة من بلدان عدة وهي صورة من أمريكا والجزائر وبورما ولا علاقة لها بتونس من قريب أو من بعيد تسعين مليار ذهب وفضة في تونس ينصاعم بانسعين مليار دولار ضرلي نشري جزيرة من تو